أهلا بكم أحباء المتابعين في هذه الحلقة سوف نتحدث عن اللغة العربية من منظور علمي وليس من منظور عقائد روحي باعتبارها لغة الصلاة والتعبد عند المسلم بصفة عامة اكتسبت اللغة العربية مكان مرموقة وقداسة في قلوب المسلمين لكونها لغة القرآن ومادته وبعض الشيوخ وعلماء الإسلام يعتبرونها لغة الجنة وبالتالي حسب رأيهم فهي لغة آدم والملائكة وهذا الاعتقاد نابع من العاطفة وفهمهم غير الموفق للنص القرآني على سبيل المثال حين ينقل القرآن الحوار الذي دارق بين الله والملائكة كما جاء في سورة البقرة الآية 30 وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فالمسلم بحكم العاطفة والإيمان لا يستطيع تصور حوار من هذا النوع بين الله ولمائك بلغة أخرى وبعد خلق آدم وزوجته وكسر وصية الله يأتي طلب العفو والمغفرة في قولهما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سورة الأعراف الآية 23 فيترسخ في دهن هذا المؤمن المسلم فكرة كون اللغة العربية قديمة قدم التاريخ وهي أم اللغات ما دام آدم هو أول بشر تحدث بها رغم أن القرآن ينبه عن كونه بلسان عربي من أجل البيان والفهم للعرب ومن هنا تأتي ضرورة وجود رسول ليس بالضرورة محمد بن عبد الله يبين لقومه الرسالة بلغتهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم سورة إبراهيم الآية 4 لأن القرآن لو كان بلسان آخر لا يفهمه قوم محمد بن عبد الله لقالوا لولا فصلت آياته كما جاء في سورة فصلت الآية 44 وسياق الحديث واضح ولو جعلناه قرآن أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي وعبارة فصلت آياته ها هنا بمعنى بينت آياته ونظرا لأهمية هذه الكلمة فصلت جاء اسم السورة والبيان يكون بتوضيح المعنى من الغموض إلى الوضوح فلغة البهاسة الإندونيسية على سبيل المثال فهي لغة أعجمية بالنسبة للعرب واللغة العربية بالنسبة للإندونيسيين فهي لغة أعجمية وللتوصيل معنى نص ما من لغة إلى أخرى يجب تفصيلها وترجماتها فقصة آدم في الديانات الإبراهيمية قبل الإسلام كانت باللغة العبرية كلغة كتبة بها التوراة وترجمت إلى لغات أخرى كاللغة اليونانية فهذه القصة فصلت بلسان عربي في القرآن ولهذا لا غرابة أن نجد كتابا عربيا كالقرآن أصله وجوهره من الكتب المقدسة الإبراهيمية السابقة يكرر أكثر من عشر مرات أنه عربي يوسف الآية 2 طه 113 الزمر 28 فصلة 43 الشورى 7 الزخرف 3 الأحقاف 12 وغيرها من الآيات لتوضيح هذا الطرح سوف نقدم لكم حلقة خاصة عما معنى القرآن في اللغة حتى تتضح لكم الفكرة وضوح الشمس فحلقتنا اليوم عن اللغة العربية من خلال ما رأيناه فاللغة العربية ليست هي أقدم اللغات وآدم لم يتحدث باللغة العربية فالقرآن لا يخبرنا عما هي اللغة آدم ولمعرفة أصل لسان العرب أو لغة العرب يجب أولا معرفة كلمة عرب ماذا تعني؟ ومن هم العرب؟ فالجواب على هذين السؤالين ليس بالأمر السهل واليسير بالاعتماد على علم الآثار فأول ظهور لكلمة عرب في عبارة جنديبو أرابيا جاءت في نقوش ملوك بابل وآشور وبالضبط في نقش على نصب كورح أو كورخ يؤرخ لحملة الملك الآشوري شل منصر الثالث سنة 853 قبل الميلاد على تحالف ملوك بلاد آرام من بينهم الملك جنديبو أحد ملوك مملكة قدار العربية شارك في هذه المعركة بألف جمل مما يدل على أن هؤلاء العرب كانوا سكان الصحراء البدو فالآراميون هم أول من أطلق على البدو اسم عرب من أصل كلمة حربة بمعنى قفر بادية بر فتطورت الحاء إلى خاء في اللسان العربي فأصبحت خربة بمعنى مكان خالي وخاوي لا عمران فيه بينما عند الآراميين تطور حرف الحاء في هذه الكلمة إلى حرف عين عربة يغرب يغيب يختفي كما يقول الدكتور كريستوف ليكسنبرغ وبالتالي فكلمة عرب عند الآراميين معناها البدو الرحل الغرباء الذين لا وطل لهم وهذا الطرح معقول لأننا نجد تقسيم الروماني لأرض العرب بعد القضاء على مملكة الأنباط وكذلك مملكة تدمر ما بين القرن الثاني والثالث الميلادي قسموا أرض العرب إلى ثلاث أقسام بحسب اللهجات والكتابة القسم الشمالي أرابيا بيترية وهم عرب البتراء الذين كانوا يجوبون صحراء سيناء والأردن وجزء من أرض العراق وبادية الشام وفلسطين وهي المنطقة التي كانت تحت حكم مملكة الأنباط لهذا نجد عرب هذه المنطقة كانوا ينقشون شواهد قبورهم بخط عربي نبطي متصل تطور من الخط النبطي القديم الذي بدوره تطور من الخط الأرامي والخط العرب البتراء يحتوي فقط على 15 حرفا متصلا وأهم مدن هذا القسم هي بصر الشام ومدينة البتراء وبذلك سميت بهذا الإسم ولغتهم كانت متأثرة جدا باللغة الأرامية ثم قسم الأوسط أرابيا ديزيرتا العرب الصحراوية وهي أرض البدو الذين كانوا يجوبون أرض الحجاز والخليج كانوا ينقشون الصخور بخط عربي ثمودي شبيه جدا بالخط السبائي أو خط المسند غير متصل يحتوي على 27 حرفا ولغتهم متأثرة باللغتين الأرامية والسبائية نظرا للدور الذي لعبوه فيما يخص تجارة قوافل البخور بين الشمال والجنوب ثم قسم الجنوب أرابيا فيليكس العرب السعيد أو العربية الخصبة وهي أرض اليمن كان عندهم الخط السبائي أو خط المسند وهو خط غير متصل يحتوي على 27 حرفا كذلك ولغتهم متأثرة بالثقافة السبائية وفي القرن السابع الميلادي عند ظهور الإسلام كان العرب عدة ألقاب منها كذلك طيايا نسبة إلى قبيلة طيء العربية وهذا اللقب موجود كإشارة للعرب في الأدب السورياني ويقابله السراسين أو السراكينوس باللغة اليونانية ولها عدة معاني منها عبيد سارة لزوجة إبراهيم ومنها السراقين أو الكلمة من أصل نبطي وهي سركة تعني شراكة أو تجمع إشارة إلى عرب الخيام وغيرها وما يهمنا في هذه الحلقة هو لسان القرآن فمعظم مفرداته وكلماته متأثرة باللغة الآرامية ككلمة صلوثة صلاة بمعنى دعاء وزكوثة زكاة بمعنى طهر نقاء تنقية وتطهير المال وصومة صوم بمعنى امتناع وانقطاع وغيرها الكثير مما يدل على أن القرآن جاء بلسان عرب الشمال رابيا بيتريا وما يؤكد هذا الطرح هي الحروف العربية التي كتب بها القرآن في أول تدوينه فهي من أصل نبطي رغم أعدادها القليلة خمسة عشر حرفا فقط ولم يدون القرآن بالأحرف تمودية رغم عددها الكامل سبع وعشرين حرفا مما يجعل الباحث في التاريخ المبكر الإسلام يتساءل لماذا اختار العرب المسلمون حروف عربية ناقصة تنتمي إلى أرض عرب الشمال وتركوا أحرفهم الثمودية الكاملة وللرد على هذا السؤال نحتاج عدة حلقات عن مكان الحقيقي الذي ظهر فيه الإسلام نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر